اهلا وسهلا كديرين لبساعدكم تمنى انكم تكونوا باخير وعلى خير ونقاكم الفيديو ديالي في احسن احوال الفيديو ديالي يوم بريوش مقطن خفيف ولديد سهل مكونات الاقتصادية وموجودة في كل البيت حت نقوم على المقادير وطريقة تحضير بالنسبة للمقادير عندي كس ديال عنب ديال الحليب دافي كس ديال لماء دافي انها تشكلو كان عبروه بالكس ديال العنبا عندي واحد لسه ديال ملقات ديال سكر سانيدا او لا نص كاس يعني والحلال الحساب تقدير كل السيدة خميرة فورية معلقة كبيرة سوف نحركو هاد شي هذا مزيان حتى الجنس معنا للعناصر كاملة سوف نحركو سوف نحركو سوف نحركو هاد الخالد ديالنا مزيان مزيان من بعد نضيفو كس ديال الدقيق ونخلطو حتى ما يبقاش معنا للكوتال نخلطو مزيان مزيان ومن بعد نضيفو الكس الثاني ديال الدقيق ها هو الكس الثاني نحركو مزيان مزيان حتى الجنس معنا جميع العناصر ودك الكوتال ديال ديال الطحين ما يبقاش معنا وكل شي تخلط مزيان سوف هاد الاثناء كيف ما كنت لكم نخدموهم مزيان مزيان سوف يوم من بعد نديرو ليه البلاستيك الغذائي او لا نديرو ليه السلوثان ونخليو العجين ديالنا يختامر المرة اللي لكيك كميلك اما بدون تشوفوا القوام ديالو كيف يبقاش كاي جيداير المرة عليها الشكل هذا كيف مزيان يجب الحال الشكل ديال القوام ديال الكيك او لاتقية عليه شوية لما يحسب كل السيدة والنوعية ديال الدقيق كتستعمل سوف يرجعونه سوفان قدينا نغطيه به لنجعل العجين لي يختمر ونطلقه ان شاء الله لكي نكملو له بقية المراحيل ورجع سمعكم من جيد من بعد ما اختمرت العجين لي ده بغان نزيد لها واحد شوية ديال الملحة واحدة راس مرقة صغيرة ديال الملحة كيف ما كتشوفو ومن بعد نضيف جوجكسان ديال البخيق من نفس الكاس اللي عمرنا به في الاول هو اللي غنعود نعبره به نخلطوا العجين ديالنا مزيان ما تكونش قصحها بزاف وما تكونش جارية هي عاديتكم قطل سقفليد ولكن راه خاتتش كدي هي هذي كينا باش للعجين ديال اللي بريوش يجي نجح معاكم ويجيكم خفيف ويجيكم مقطن ما تقصحوش العجينة ما تكتروش الطحين سوف نكمل انا على هات الشكل هذا نجمع العجين ديالي بعد ما انتشمعت معايا العجين كتجعلها تشكلر كتجعل طبار بزاف سوفي هنا غضي نضيف لها معلقة كبيرة ديال الزبدة هنحاولو ندخلها في هذي العجين ديالنا كتعطيها واحد لدة واحد الطراوة من الاحسن تكون زبدة حيوانية ماشي ناباتية ولكن السيتا اللي ما عنداش مديرها شديريني غير زبدة ناباتية ماشي مشكلة ولكن الحيوانية كتعطيها واحد لمادق احسن سوف ندخل الزبدة ديالي في هذي العجين على هات الشكل هذا ره العملية سهلة بزاف سوف نحاول ندخلها فيها غيب شوية بشوية سوف نردوها تخمر حتي الضعف الحجم ديالها مزيان مزيان و هذي العجين ديالي ما بعد ما دخلت في هذي زبدة سوف يكتولي على هات الشكل هذا نغطيو عليها مزيان ندروا عليها شي زويب بش تختمر معانا سوف نخليوها تختمر للمرة التانية نغطيو عليها كيفما كتلكم مزيان مزيان و نتلقوا ان شاء الله في مرحلة التالية باش نتلقوا نشكلوها و نشوفو ان شاء الله كيفاش عديدش و نرجع لكم من جديد من بعد ما ختمرت معي العجين ديالي شوفو ركا تجعلها هات الشكل هذا هرا خمرات مزيان مزيان و لات كلها فقاعات و مهوية من الدخل سوفي نحيد لها هذا البلاستيك الغذائي و هات السلوفان في الطاولة اللي مرشوشة أورا في طاولة اللي عامل نرشوها بشوية ديال الطريق ناخدوا العجين ديالنا نفرقوه من الهواء مزيان نحيده منها و نحطوها على سطح العمل و نبدو و نخدمو بها ان شاء الله كيف ما كتلكم ما كتلكم قتلكم 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 واحد شي شوية في اليد ولكن ماشي مشكل لرا هذا هو السر باش انها غديت نجح معكم العجينة و ما تجيكمش مدقصة ومعجنة من الداخل ضروري ما تكون خفيفة شي شوية باش كتجيكم مهوية سوفي هنا غديت نقسم العجين ديالي يعني كل سيدات قتلك تدير للحجم اللي يبغات باتوهم صغار باتوهم كبار انا عندي هم متوسطين ماشي كبار بزاف هماشي صغار دائما بمساعدة ديال الطحين صافي و نمتع نقسم العجينة ديالي في الهات الشكل هذا و انا عيني ميزاني كان قد العجينة و كان قد ديالي ما تكونش شي كبير شي صغير يكونوا حاولوا انه قدرهم في حجم واحد و صافي نكمل عليها تشكل هذا و نضوزوا ان شاء الله باش نفردوا العجين او لا باش نطلقوها و هنا بعد ما كملت العجين ديالي كامل في التخطاع دا بغا ندوز انتظر الله باش نكورهم او لا بده نحرب لهم صافي عليها تشكله دا و نخليهم هكدا و نبدو بأول وحدة نطلقوها كيفنا كتشوفوه طلقت العجين ديالي على هات الشكل و غندي هنا شورت ديال الدهن غادي ناخدوه نديرو في الطرف ديال العجينة او اللي في الطرف ديال الكورة مبعد ما تلقسها انتو ما تديرو اي نوع من انواع الشورت اللي عندكم في المنزل ديالكم ديرو ديال البتيبان و شوكولة يندقى الأصابيع ديال الشوكولات ديرو شورت ديال الحال و تديرو اللي متوفر عندكم و اللي جاكم ساهل و هجاكم علي قد الجيب ديالكم انا متوفر عندي هدا في الطار هو اللي درت صافي او ري تعمرهم بالقنفيتور او ري تعمرهم بالكخيم بالتاسير تهيه كتجي من خير و كتجي زوينة كما تشوفوا جاءت العجينة عليها تشكل هذا ولا جاء البريوش ديالي عليها تشكل نعود معاكم واحد الكورة واحدة اخرى كما قلتكم ضبعة حي بمساعدة ديال الطحين باش العجينة ديالنا ما تلسخش معنا بزاف وما تعدبناش نطلقوها شوية بدينا ومبعد نكملو بالدلك صافي نبقى وعلى هات الشكل وحنا كان نحاولو معاها وكان نطلقوها غيب شوية عليها نحاولو معاكم واحد الفقاعات يعني باش كس تكونوا معارفين على ان العجينة نجحات معاكم تماما صافي بحال هكذا نعود نطلقها مزيان بديناك بنسبل العجينة القطر ديالها هادير واحد نصف ديال السنتيم دي في العرض ديال في السنك ديال العجين مش متشكومش غيبها بزاف متشكومش نفس وقت رقيقها بزاف صافي وكيف ما قد شوفو نعود ناخد شوية ديال الشوكولات ديال الدهن ندهان في الطرف ديال العجين ونلويه ومبعد نقطع أشريطة بحال هكذا صافي ونلوي عليهم العجين ونصد من الطرف الثاني العملية رأى سهلة بزاف بزاف صافي في هاد الأثناء غادي نكون نكملت العجين ديالي كاملة ناخدها ونخليها تخمرها مزيان مزيان حتى يتضعف الحجم ديالها نكون موش دا البيض والقهوة سريعة الدوابان ندهن العجين ديالي مبعد ما يختامر ونطيبوهم في درجة حار اللي متوسطة تيتحمروا معنا مزيان ويطيبو ونقدموهم صحة وراحة وهذا هو البريوش ديالي بعد ما خرشكم الفران يجي البيد بزاف كيجي زوين كيجي خفيف نقتماعكم محيدة باش تشوفوها كيجي باش تجي من الداخل كيجي رائع بزاف بزاف نتمنى أنكم تجربووا الوصفة دياليوما وتنال الإعجاب ديالكم كيفما كالكومار كيجي مقطن تقدمو أقدم الوليدات ديالكم في الصباح في تربيهم أو لا تقدموهم في الصباح ديالعيد نتمنى الوصفة دياليوما تنال الإعجاب ديالكم شكرا لكم بزاك بزاك على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم وشهوة قادمة إن شاء الله